طبيعي طبعا جدا قبل ما نروح لكاسة العالم ان انا اقول رايحين نعمل ايه مع بلجيكا يعني رايحين نقابل دي بروينا، تيبو كورتوى، مش عارف لو كاكو حاضر ولا مش حاضر بس حتى لو مش حاضر في أوريجي، رايحين نشوف ميرتنز، رايحين نشوف هازرد، وحق برضو هازرد بس في جميع الاحوال انت رايح تقابل كتيبة نجوم على على مستوى وبالتالي لقاء اكيد صعب كرويا في الملعب 90 ديئة صعبة جدا على منتخبنا وعلى روي فيتوري بس الرجل اكيد عنده اهداف هو عارف انه منتخب بلجيكا اتقل على كل المستوىات وعارف انه المنتخب ده بعد يومين من مواجهتنا هيكون بلعب في كاس عالي بس هو بالتأكيد عايز استغل الفرصة بما انها لعب منتخب تقيل انا هحط مجموعة اهداف احاول استفيد بيها من المواجهة دي ونتمنى ان ما يكونش فيها ضربة يعني صعبة انا شايف انه النتيجة لو كانت قاسية اعتقد يعني ممكن تأثر سلبا واتمنى انه ده ما يحصلش لكن اكيد هو عنده اهداف عايزة حقاها كابتان حشيش بص انا عايز اقولك ان انا بالنسبة لي واعتقد بالنسبة الناس كتير زي المطش ده مهم اوي حاجات كتير اوي اولا ان احنا بعيد عن كاس العالم مزبوط وفيه مرارة وحزن داخلنا ان اول مرة في التاريخ تتلعب البطولة في ارض عربية هي كاس العالم النسخة الحالية بتاعت 22 بتلعب في خطر كان ممكن تستغل المتشاط بتاعتك دي انك بتلعب في مصر صح فدي مش موجودة فعالاقل المباراة دي انت راح على فكرة تلعب فرقة من المرشحين تاخد البطولة على فكرة اه طبعا بالجيكة طبعا مصنع فريق مصنع مليانة نجوم يعني بيرتاح جدا جدا فرقة دي توصل مربع ده بالظبط كده فانت راح تلعب فرقة قوية جدا 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 انت بقى لازم تروح انت مش رايح تعمل نتيجة معاهم بس انا بالنسبة لي انا رايح ادي فكرة عن الكرة المصرية لازم العب براحتي يعني انا انا مش هقولك برضو العب براحتي عشان اتغلب كذا 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 بوسك بتحشين هقولك بمنتصر انا كجمهور فاي مطش ودي للمنتخب اين كالفالي اللي بيلعبه بلعبه يعني عايز اه 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 العب كرة كويسة ولو لقدر لا انا انا طبيعي ومنطقي يعني لما بلعب مع البرازيلة او بلعب مع فرنسا مش بطالب بالمكسب بس حتى لو خسرت ألعب سعين دقيقة كويسة واقصر سكور بسيط احنا لما خسرنا من كوريا كان اربعة ولا خمسة عكبت النهاب جلال تالي كانوا اربعة او خمسة مش فاكر يعني سكور التقيل ده بيوجع طبعا يعني وحتى لو مطش ودي طبعا والتوقيت ده بالنسبة للجماهير والنتاس بتقول النزة علينا ان بعدها بيومين فيه كاس عالم فتلاقي لقدر الله صدمة صحيح مش هتبع لطيف بس في النهاية المباراة هتتلعب هتتلعب بالتالي ايه المكسب اللي ممكن ناخدها من مباراة زيدي انا عايز اقولك على الموضوع ده ان انا بقابل فرقة مصنفة فرقة قوية انا المفروض المفروض الطبيعي ان انا ما عنديش ضغط ما فيش ضغط علي بل بالعكس ضغط على الفرقة التانية لسبب اولا ضغط عدم الاصابات انت بتتكلم على المباراة بعدها بكم يوم انت رخص عالم فيش فرصة للاستشفى او حاجة بالنسبة لهم ايه هو برضو مطالق يبقوا خايفين على نفسهم يعني 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 لعبهم لنفوت يموت يعني طبعا المفروض ايه ان هما هيبقوا خايفين وهلعبوا برضو على السهل ايه وفي نفس الوقت برضو هما يهمهم اخر مباراة اه قبل الرسمي بتاعهم يبقوا اخدين يبقوا اخدين السقة وعلى فرقة اللي اختروها عشان يقابلوا الفرق المسيلة يعني ايه لها قد بالك احنا احنا مدينهم اتنين بالزابط واحدة مع كابتن جهري واحدة مع كابتن حسن شحيتا اكيد مش تكمل الكلامك بقى المهمة اوي الجمهور المصري ايا كان وفي اي عصر او اي جيل او اي توقيت فهو عنده الايدال بالنسبة له هو كاس على مقرات ما كنا باللعب ايطاليا وبرازيل وكسبنا والبرازيل فكله حاطت الصورة دي هو شايف ان المنتخب مصر لازل بقى كده مش في باله ان مجموعة غير المجموعة مجموعة من اللعيبة وقدرات ومهارات ووضع تاني بس لا هي مصر هي مصر فاحنا عايزين حتى يعني ايه نفسي الناس كلها تقول ايه شفت يا ريتنا بقى كنا دخلنا انا نفسي اقول دي اه والمصرين كلهم نفسهم يقولوا دي شفت عملنا ايه يعني احنا لو كنا دخلنا كنا كذا كذا انا نفسي ما نقولش بقى يا احمد ايه الحمد لله ان احنا مكناش اخذلك ازاي فالخلطة بقى دي وايه الاقرب وايه الاقرب من وجهنا والله يا ربنا سهل الاقرب دي بقى في علم الغيب بس انا عايز وانت في اختياراته ولمعسكر ده ولمواجهة دي يعني هو حر طبعا في اختياراته بس هو في حاجة هو الواضح من اختياراته انه مش مختار الناس اللي ايه يعني اللي عايزة اللي لازم تكسبه المطش ده او المطش ده ماهنا لازم نطلق لا هو مختار الناس اللي عايزة شوفها فرق كبير لان لو مختار هاي دي مطش برضو ده مطش تختار الناس اللي انت عايز تشوفهم طيب الاختيارات لو رجعنا للاختيارات ما فيه ناس كان متفوقة متوهجة لو انت عايز بقى تعمل حاجة المطش الجاي استغل توهج اللعبة دي في فترات اللي هم فيها زي كريم مثلا راجل هداف دلوقتي وفي الحتة دي وعنده سرعات وبعدين راجل جوكر في المنطقة دي بلعب لك باك وبلعب لك طرف يمين وبالعب ممكن دفاع ما خدتوش ليه انت فاهم ازاي انت بتقول ان انا عايز اغرب ناس تانية يعني زي ما بتقول انا ضامن ده طب بتاخد اللي انت ضامنه بقى في مباراة زي دي عشان تعمل شكل كويس ولسه عندك بقى الفترة طويلة بعد كده بقى اعمل اختيارات زي ما انت عايز شايف برضو بعض الاختيارات ما كانتش كويسة خلال الفترة اللي فاتت ممكن تكون كويسة قبل كده بس الفترة اللي فاتت ما كانتش كذا اخترت كمان عشان تدي رسالة للناس كلها وكل الاندية في مصر ان انا اخد منكم منتاج حرب ايه مش عارف اتحاد مش عارف مين مين بس هل ده التوقيت لو انت حطت في دماغك بقى بصت المطش ده كمطش نتيجة واللي عارف ان الناس كلها بتقول انا هلعب بالجيكة دي مصنفة وراح هلعبها وقصة وبتاع فانا بس مجرد الاداء وان انا اجرب ناس على حسب بقى التفكير اللي هيبان من خلال المبرار اللي جاي